اهلا بكم عزيزي المتابعين معكم الدكتور تامر النهاردة هنتكلم عن ارتفاع الضغط اثناء الحمل لو واحدة حامل وضغطها عالي نتعامل معها ازاي وايه هي الادوية المسموحة اثناء الحمل وايه هي الادوية الممنوعة وكنا اتكلمنا في فيديو قبل كده عن علاج السكر اثناء الحمل هسيب لك الرابط بتاعه في الوصفة اسفل الفيديو وفي البداية ما تنساش تعملي لايك للفيديو قبل ما نتكلم في اي حاجة ولا نبدأ الموضوع ولا اي حاجة خالص عايزك تعرف ان الاس والاربس المجموعاتين دول ممنوعين تماما في الحمل مجموعة الاس زي الكابتو بريل، انالبريل، فوسينبريل، ليزينبريل اي حاجة اخرها بريل لكده من ادوية الضغط ممنوعة اما الاربس زي الفالزارتان والقلمي زارتان والكاندي زارتان أي حاجة أخير هزارتان برضو في أدوية الضغط ممنوعة في الحمل تماما دي قاعدة رقم واحد والأساسية وخليها حلقة فودنا غير الاس والأربس معانا كلام يعني أقدر أقولك أن غير الاس والأربس ممكن نديهم أثناء الحمل لكن هنقول بالتفصيل شوية إيه أفضل الأدوية يعني أثناء الحمل ونبدأ الموضوع بتاعنا بقى ارتفاع الضغط أثناء الحمل دي من أحد المشاكل الأكثر شيوعا تقريبا 10% من السيدات الحوامل ضغطهم ممكن يرتفع وإحنا بنقسم ارتفاع الضغط أثناء الحمل إلى 3 مجموعات رئيسية أول مجموعة 6 أصلا عندها ضغط قبل الحمل هي عارفة أن ضغطها عالي وبتاخد علاج للضغط قبل الحمل أو 6 ضغطها ارتفع في أول 20 أسبوع من الحمل دي برضو بنعتبرها كرونيك هايبرتينشن يعني أن هي أصلا عندها ارتفاع ضغط الدم مزمن من قبل كده المجموعة الثانية اللي هي سيدة ضغطها ارتفع بعد 20 أسبوع من الحمل يعني في أول الحمل كان طبيعي وقبل الحمل كان طبيعي لكن بعد 20 أسبوع من الحمل ضغطها ارتفع وإما معهاش مشاكل تسمم الحمل ما فيش أعراض والعلامات للبري إكلامسيا أو تسمم الحمل يعني مثلا الست والشها مش مورم ولا قديها وزنها مازدش بسرعة ما عندهاش صدع شديد ما عندهاش زغلالة في العين ولا فلاشات ضوء بتيجي قدام عينيها وما فيش بروتين في تحليل البول ما فيش نقص الصفايح الدموية في تحليل صورة الدم وظائف الكبت كويسة وظائف الكيلة كويسة يعني ما معهاش مشاكل غير ارتفاع ضغط الدم بعد 20 أسبوع من الحمل النوع ده بنقول عليه والست دي غالبا بعد الولادة ضغطها بيرجع طبيعي تاني لكن بنتبعها طبعا عشان برضو ما يحصلش مشاكل أثناء الحمل حتى بعد الولادة بنتبعها برضو أما النوع الثالث والأخير فهو سيدة ضغطها ارتفع بعد 20 أسبوع من الحمل غالبا بيبقى في التلت الأخير وحاصل معاها بقى المشاكل اللي احنا قلنا عليها يعني معاها تسمم حمل أو معاها بري إكلامسيا زي ما قلنا صداع زغلالة العين الحاجات اللي احنا قلنا عليها دي والتحاليل فيه بروتين في البول وجسمها بيورم والصفايح الدموية قليلة ووظائف الكبد عالية وهكذا فالحالة دي اسمها بري إكلامسيا اللي هو بنقول عليه بالمصري كده تسمم الحمل إزاي هتعالج التلت حالات دول بقى هو أولا انت فاتح الفيديو ده عشان تشوف علاج الحالة الأولى والتانية فاحنا هنتكلم دلوقتي عن الحالة الأولى والتانية سواء كان كورونيك هايبرتينشن أو ضغطها ارتفع في أول عشرين أسبوع من الحمل أو كان جستشنال هايبرتينشن اللي هو ضغطها ارتفع بعد عشرين أسبوع من الحمل وما معاهاش تسمم حمل ومش معاها بري إكلامسيا هنتعامل معها ازاي لو الضغط بتاع السيدة مش عالي قوي فانت بتبدأ مع العينة بتاعتك مونوثيرابي يعني بتديها نوع واحد من الأدوية اللي هقولها لك دلوقتي الفيرست لاين دراجز يعني الأدوية المفضلة الأحسن اللي انت تختارها أولا ممكن الأورال لابيتالول لو موجود عندك لو متاح بيكون بتركيز 100 أو 200 أو 300 ميلي جرام ممكن تبدأ للعينة بتاعتك 100 ميلي جرام مرتين في اليوم وتزود كل 3 أيام الحد الأقصى بتاعك ما تزودش عن 2400 ميلي جرام في اليوم الدواء التاني والأشهر واللي الناس كلها عارفها بقى اللي هو الميثايل دوبا اللي هو ألدوميت تقريبا كل الحوامل بياخدوا ألدوميت والتركيز بتاعه 250 و 500 ميلي جرام ممكن تبدأ للعينة بتاعتك 250 ميلي جرام مرتين في اليوم وتزود كل 3 أيام على حسب الاستجابة بتاعت المريضة برضو لكن لا تزيد عن 3000 ميلي جرام في اليوم من أثاره الجانبية بس أنه بيعمل فتيج العينة تحس أنها تعبانة طول الوقت شوية والميثايل دوبا من أكثر الأدوية استخداما زي ما قلنا في الحوامل واتضح أنه أمان بشكل كبير ولو أن تأثيره في علاج الضغط قليل شوية النوع الثالث اللي احنا ممكن نستخدمه برضو بأمان أثناء الحمل اللي هو أورال لونج أكتنج نيفيد بين زي الإبيلات مثلا ساعات تركيز 30 60 90 ميلي جرام ممتد المفعول ممكن تبدأ للعينة بتاعتك 30 ميلي جرام في اليوم ونزود كل أسبوع والجرعة القصوى بتاعتك هي 90 ميلي جرام في اليوم النوع الرابع من الأدوية هي بيتا بلوكرز برضو زي مثلا أشهرهم الميتوبرولول زي السولكونزوك 50 و 100 و 200 ميلي جرام ممكن تبدأ للعينة بتاعتك 50 ميلي جرام في اليوم وتزود كل أسبوع على حسب الاستجابة برضو والجرعة القصوى بتاعتك هي 450 ميلي جرام في اليوم ما تزودش عن كده كمان البروبرونالول اللي هو زي الإنديرال اللي هو بتركيز 10 و 40 ميلي جرام ممكن برضو ندي للعينة 40 ميلي جرام مرتين في اليوم ونزود كل 3 أيام على حسب الاستجابة الجرعة القصوى بتاعتك 640 ميلي جرام في اليوم ما تتعدهاش كمان الأسيتوبيولول والبندولول دول برضو ممكن تديهم لو متاحين عندك في بقى الصف الثاني من الأدوية اللي ممكن استخدامهم زي الكولونودين مثلا وزي ستايازايدز اللي هي مضررات البول وزي الهايدرالازين تابلت أو أقراص طيب انت اديت للعينة بتاعتك مونوثرابي نوع واحد وزودت الجرعة بتاعته لكن هي مش مستجيبة على نوع واحد في الحالة دي ممكن نزود نوع تاني وتبقى دولثرابي ندي نوع من مجموعة تانية يعني مثلا لو انت بتديها نفت بين اللي هو الإبيلات مثلا ممكن نزود معاها الميثايل دوبا ألدوميت لو انت بتدي ميثايل دوبا اللي هو الألدوميت ممكن تزود معاها حاجة من البيتابلوكرز زي مثلا الميتوبرولول وهكذا يعني ودي أشهر الأدوية المستخدمة أثناء الحمل لابيتالول والأشهر على الإطلاق الميثايل دوبا النفت بين كمان كويس الميتوبرولول والبروبنولول زي ما قلنا صديق العزيز مش عايز أفكرك الاس والأربس ممنوعين تديش اس والأربس خالص لأنهم أصلا تراتوجينيك يعني بيعملوا مشاكل كبيرة جدا جدا في الجنين ممنوعين تماما كل اللي أنا تكلمت عنه دلوقتي العيانة ضغطها مرتفع لكن مش سيفير هايبرتينشن مش امرجنسي مش طوارق طيب هي لو سيفير امرجنسي يعني أكتر من مية وسبعين مثلا على مية وعشرة دياستوليك العيانة دي بنديها حاجات اي في حاجات وريد زي مثلا الاي في لابيتالول برضو لو متاح عندك بيبقى موجود بالتركيز خمسة ميلي جرام لكل ميلي ليتر يعني الأنبول لو أربعة سنتي أربعة ميلي ليتر بيبقى جواه عشرين ميلي جرام لابيتالول فانت بتدي للعيانة بتاعتك اللي هي طوارق اللي ضغطها مرتفع قوي دي عشرين ميلي جرام وريد ببطئة على مدار دقيقتين وممكن بعد كده تديها من أربعين لتمانين ميلي جرام كل عشر دقايق لحد ما تتحكم في الضغط بشرط ان انت متعديش تلتميت ميلي جرام جرعة إجمالية خدتها العيانة يعني وخلي بالك بلاش تدي اللابيتالول الوريدي ده للعيانة اللي عندها أزمة أو عندها كمان في حالة الطوارئ دي ممكن تدي آي في هيدرولازين الأنبول بيكون واحد ميلي ليتر جواه عشرين ميلي جرام هيدرولازين وممكن تدي للعيانة اللي ضغطها عالي جدا ده نص أمبول أو أمبول عضل أو وريد ببطء وممكن نكرره كل تلاتين دقيقة إذا لازم الأمر يا إما تعلقوا انفيوجن تنقيط وريدي بمعدل خمسة من عشرة لعشرة ميلي جرام في الساعة لو حقا اللي بتالول دي مش موجودة أو الهيدرولازين ده مش موجودة ممكن تدي نيفيد بين اللي هو اللي هو سريع المفعول ممكن تدي للعيانة بتاعتك 200 ميلي جرام بالفم وممكن نكررها برضو بعد كده إذا لازم الأمر أما بالنسبة للسوديوم نيترو برسايد فده مقتصر بس على الحالات الشديدة جدا جدا ولو استخدمناها نستخدمه لأقل فترة ممكنة لإن ليه مشاكل زي ما انت شايف على الأم وعلى الجنين بنعلقه تنقيط وريدي بمعدل 3 من 10 مايكرو جرام لكل كيلو من وزن العيانة في الدقيقة الوحدة وممكن كل 5 دقايق نعدل الجرعة سواء بالزيادة أو بالنقص على حسب الاستجابة طبعا لكن بشرط ما نعديش 10 مايكرو جرام لكل كيلو في الدقيقة أما بالنسبة للحالة الثالثة والأخيرة يعني سيدة ضغطها ارتفع بعد 20 أسبوع من الحمل غالبا في التلت الأخير من الحمل ومعاها مشاكل تانية بتقول إن في تسمم حمل في بري إكلامسيا زي ما قلنا بقى الست والشاب يورموا جسوها بيورموا ووزنها بيزيد وعندها مشاكل في الكبد وبروتين في البول والحاجات اللي قلنا عليها دي فدي غالبا انت مش هتتعامل معاها لإن اللي هيتعامل معاها طبيب النساء وغالبا العيانة دي لازم تتحجز في المستشفى والحل النهائي والعلاج النهائي بتاعها هو الولادة الولادة هي اللي تحل الموضوع ده لكن أحيانا طبيب النساء يحاول يأجل الولادة شوية لمصلحة الجنين أحيانا طبعا مع المتابعة الدقيقة لحالة الأم ووظيف جسمها كلها وفي الوقت ده ممكن يدي أي أدوية من اللي أنا ذكرتها بالنسبة للضغط المرتفع ممكن يدي المثال دوبا ممكن يدي الأدوية اللي أنا قلتها قبل كده كمان طبيب النساء ممكن يدي للعيانة دي ماغنسيوم صالفيت كوقاية من التشنجات طيب بالنسبة لباقي أدوية الضغط زي باقية الكالسيم تشينال بلوكرز وزي باقية البيتا بلوكرز فهم يعني مش ممنوعين في الحمل بشكل قاطع وممكن نديهم أثناء الحمل لكن المفضلين واللي مشهورين أكتر هو اللي أنا قلتهم وخليك فيهم لو في واحدة حامل ومتابع معك بالنسبة للرضاعة أدوية الضغط كلها بتنزل منها كمية في لبن الأم للطفل لكن هم لقوا إن الكمية دي قليلة جدا وما بتسببش مشاكل في الطفل عشان كده تقريبا كل أدوية الضغط مسموحة عادي في الرضاعة الإيس والأربس بس اللي هم ممنوعين في الحمل يفضل إن إحنا ما ندهمش في أول شهر بس من الرضاعة أو لو الطفل بري تيرم يعني مولود بدري عن معاده وفي النهاية أحب أشكركم ما تنساش اشترك في القناة وعمل لايك وشير شكرا لحضرتكم